خارطة عسكرية سورية جديدة بدأت ملامحها تتشكل في محيط العاصمة السورية دمشق بعد تمكن القوات السورية من تحقيق تقدم ميداني مهم في الغوطة الغربية القوات السورية تمكنت خلال الأيام الأخيرة من فرض سيطرتها على عدد من المناطق المهمة في ريف دمشق الغربي بعد مواجهات عنيفة مع جبهة النصرى وفصائل مرتبطة بها سيطرت الحكومة السورية على مناطق الغوطة الغربية تعني وفقا لمحللين خسارة الفصائل المسلحة لآخر معاقلها في الغوطة ومنح الحكومة السورية ورقة الرابحة تستطيع التلويح بها في أي محادثات قادمة وتشهد كل من مناطق مغر المير ومزرعة بيت جن اشتباكات بين القوات الحكومية السورية وفصائل إسلامية ومقاتلة تسيطر على تلك المناطق ما دعا تلك الفصائل إلى توجيه دعوة إلى مقاتلي المعارضة الموجودين في مناطق مجاورة إلى الالتحاق بالعمليات العسكرية الدائرة قرب بيت جن في محاولة لمنع تقدم القوات الحكومية السورية وفيما تتقدم القوات السورية في الغوطة الغربية ما زالت تلك القوات مستمرة في فرض حصار على مناطق الغوطة الشرقية مع اندلاع اشتباكات متفرقة بين تلك القوات ومقاتلي حركة أحرار الشام الإسلامية قرب مدينة حرستة وجددت منظمات دولية دعوة الحكومة السورية إلى تسهيل وصول المساعدات إلى الغوطة الشرقية المحاصرة منذ أربع سنوات وقال مستشارون بريطانيون إن الرئيس السوري بشار الأسد يدرس مناشدات دولية لإجلاء سبعة أطفال مصابين بالسرطان من الغوطة الشرقية مضيفين إن الرئيس السوري سيعلن خلال الأسبوع قراره حول مصيرها أولى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر